من ناحية أخرى أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن تقرير أفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صدوق النقد الدولي في يناير عام 2022 توقع أن يتراجع معدل النمو العالمي من 5.9% في عام 2021 إلى 4.4% في عام 2022 وذلك في ضوء تصاعد أسعار الطاقة والانقطاعات في سلاسل الإمداد مما أدى إلى ارتفاع تضخم التساع عن طاقه كما يتوقع أيضا أن يتراجع النمو العالمي إلى 3.8% في عام 2023